اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على كافة المستويات في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظهما الله ورعاهما نعم جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الصناعة والتجارة بمكتبه صباح اليوم لمعالي المهندس يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية وخلال الاجتماع نوه فخر بأهمية الاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب في المجال الصناعي والتجاري بين المملكتين الشقيقتين والعمل على تعزيز التعاون الثنائي في هذا الجانب بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة لفتان إلى أن انعقاد ملتقى الأعمال البحريني الأردني المشترك الذي تنظف مهو غرفة تجارة وصناعة البحرين يصب في اتجاه تطوير التعاون الثنائي وخصوصا بين القطاع الخاص في كلا المملكتين وجرى خلال لقاء بحث سبل تدعيم العلاقات الأخوية البحرينية الأردنية الوطيدة واستعراض أفاق التعاون وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة آخر التطورات والمستجدات الاقتصادية العالمية